موسيقى مرحبا واضح انا اسمي خارج بن بوش من مدينة الشمس بعلب مؤسس ومدرب فرقة المجد بعلب كمي موسيقى الدبكة عدة انواع منهم البداوية والزينو والدبكة العرجة ودبكة الشمالية لكن رب علبك اكتر مختصين بدبكتين موسيقى بيقولوا دبكة عالبكية لانه اهل البعلبك جدودنا وابائنا حافظوا على هذا التراث اللي كمان هنه ورسوه من ابائهم جدودهم علشان هاك اخذنا نحن الصبغة كان حفاظ على هنه ارس السقافة من جدودنا اكتر من اي منطقة اخرى في لبنان موسيقى أساس الفرقات المجد في 2004 كان مشاركات عديدة بمهرجانات محلية ومهرجانات دولية وحازت على الجوائز العديدة والآمسمة ودروع التكريم كان مشاركات عديدة مع اهم الفنانين الليبنانيين ابتداءة من العملاق الراحل الوديع الصافي للسيدة صباح ومعظم الفنانين الليبنانيين مثل عاصل حلاني وناجوة كرم الفيرس كرم السيدة ماجد اشتركوا في القناة قال لي شاب بالفرقة عمره 15 سنة بالفرقة اكيد ايجي على اناعة ايجي على محبته ايجي على تأثيره بشخصيتي صار لي عشرين سنة انا هواية الدبكة بحب بحب قدلك بحبيت بحضور الاستاذ خالد الكريزما اللي عنده علقت بشخصيته الدبكة التراثية ما لازم يجردها من هويتها عشان ما يكون فيه اختلاف بالمستقبل اضيع الهوية تباعها وتصير الدبكة هي عربشة على الحيطان ومطنطة لانه الدبكة في الى ثوابت في الى ضوابت في الى قيم والدبكة معروف بصفاته وبشهامته وبعنفوانه وبعقدة حواجبه وكيف يحمل الملوحة كيف بده يتعاطى الدبكة الاول مع سائر الصف لقد الدبكة الاول هو بقي بسوق الصف كله بس تنوي للشباب الصعدة انه يحافظوا على القرس السقافة والاجتهدات الاخرى اللي هن عميش تهدوها اكيد انا بحترمها ولكن يفصلوا الدبكة التراثية عن الدبكات اللي هن عميشوفة هلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة